اشتركوا في القناة اليوم المدرب بيدو بش يعرف يتعامل في المقابلة بش يعرف يعمل تغييرات بش يعرف يقرأ اللعبة بش النجم يكونوا حاضرين في مماشات المنتخب الوريقوي وزيدة كيف كيف بيدو وقت اللي يدخلها في حيث وقت اللي يعمل شون جمونات غالطين وقت اللي يكون الكاستينغ غالط في الملعبية من الأول رنا نلقا وجه خائب للمنتخب الوطني تونسي هني وضحت لأمور هذية قبل ما تسير المقابلة وقبل كل شيء عليش على خاطر التونسي لما تحطه في الإيطار وتحطه في امتحان حقيقي مت مهمش يدخلها بعضها وانا اليوم كمدرب للمنتخب الوطني تونسي لعبت المقابلة لولا ضد لانجليتير بطريقة متعلعب وشوفناك كيفش كورت وشوفناك كيفش بدلت في دوزين ميتون لعبت في المقابلة ثانية ضد العراق وشوفناك كيفش تعملت ماذا بينا المقابلة ثالثة من غير ما تخاف من غير ما تدخل بعضك ميسانش اليوم خلينا نلعبوا على إمكانياتنا اليوم خلينا نلعبوا على الحقيقة متاعنا انا اليوم نستحقني بش ندافع وقت اللي تجيني الفرصة وقت الل نستغل الفرصة وقت اللي تستغل نقاط ضعف المنافس ونعمل كونتراتاك ونسجل هدفها عليش ليه يا اخوة نركش على روحي ونكور باللعب هذيك رو اليوم مش معناها ليطلع القديم ويتاكي ويخلق اكثر عدد ممكن من الاهداف ينجم يفوز ومش معناها ليلعب بالدفاع وينتصر مبعد رو بشي خسروه ويقيدوه ولا يخسر ولا ارباحها ما معملش مقابلة كبيرة ليه ليه هذيك الكل هو قعدة كلام هما اللي بشي تسجل في التاريخ ولي بشي تحكي فيه انتي خرجت الماتش متاعك وربحت المقابلة ولا خسرت انتي تعديت للدور القادم ولا ما تعديتش انتي ربحت العراق تلاثة بليش وإلا العراق عملت حدش مفرصة على الكاج وعند قردين بيه وانتي ربحت تلاثة بليش يا معلم ماذا تحكي شنو اللي قاعد تحكي وشنو اللي قاعد تتكلم رو اليوم الحقيقة والواقع حاجة واليوم شنو تحب وتطمح رو حاجة اخرى اليوم نلعبوا المقابلة متاعنا نحطوها في الايطار متاحها نجيبوا التروى بون كنجي وكين ما جيوشو اق نجيبوا الواحد واحد نجيبوا سفر سفر نجيبوا نقطة التعادل اللي ترشحنا الزوز اليوم رانا ما نش قاعدين نلعبوا ضد لورجنتين ما نش قاعدين نلعبوا ضد البريزيل قاعدين نلعبوا ضد فريق مع كل احتراماتي ليه ومنتخب مع كل احتراماتي ليه ملك نزيد اسمنا منتخب تونس انني نحكي لك على المنتخب الوطني تونسي وقت اللي يبدأ حاضر تكتيكيا انأكد لك ما تربحنيش ما تربحنيش بالخمسة بليش وما تربحنيش بالاربعة بليش اما على شر إنه إحنا نكونوا حاضرين نكونوا مونتا المو نكونوا حاضرين للمقابلة هابتين مركزين نحطوا ساقينا في القاعة ونخرجوا الماتش متاعنا حاجة ما هيش صعبة على التوينسة حاجة ما هيش صعبة على منتصر لوحيشي غير حاجة واحدة يحط الأمور في إطارها لملاعبية أحسن توظيف الفورمسيون أحسن فورمسيون لي كونسيني في وسط المقابلة أحسن كونسيني التعاملات في أطوار المقابلة كيفش نغير كيفش نبدل زادة كيف كيف لازم قراءة جيدة من المدرب ندخلوا في الفورمسيون أنا اليوم عندي قارديا كونفيرمي اليوم بسراحة المقابلات اللي أعملها ضد لانجليتيرو ضد العراقي خليني اليوم ما نبدل لشان الحارس المرمى مهما كانت سيفة حارس المرمى المعاوذ روي نجم يكون على مستوى عالي يمانا عندي قارديا مزيانو عندي قارديا بيهي قاعد يجيب لي فلات راح نخليه من غير ما نغيره في حراسة المرمى بشيكون العرفوي بالنسبة المحور الدفاع ولهن بشي يبدأ النقاش والحوار كما تحدثت في المقابلة لولا ولي هي سارة جزي ميتان وشوفنا المنتخب الوطني تونسي يلعب تلاثة فلاكس إن شاء الله الحاجة هذي ما نشوفهاش غدوة ما نشوفش تلاثة فلاكس يكورو من بداية اللقاء وروا إذا كان بشي نشوفه حاجة كما هكذا ظهرين هابتين خايفين من الماتش قبل ما نلعبوه معناه ثلاثة فلاكس ما عندك شا عليه تحافظ على زوز فلاكس يعملو لك مقابلة محترمة في اللقاء الإخريني تكور بهم ويكونوا هما أحسن حل اليوم نلقاوه السعودي ومعه غيث الوهيبي اللي اعطاوه صليبة لمحور الدفاع عندك في اللارير درواء بوشنيبة اللي قدم مقابلة ممتازة ضد العراق اللي وقت اللي حاشت بيه في الترونزيسيون وقت اللي حاشت بيه بشي عمل لي لابيل في ظهر المدافعين شوفنا بوشنيبة اللي كان هو السبب في هدف لوليني بالنسبة للارير جوش جدا الفقير وبي ما لديه كنت نحبث لو يكون عنا ناس راوي بش النجمو نعاولو عليه بش النجمو نبدلو في الفورماسيون تاعنا بش النجمو وقت اللي نستحقو سور البلون فونسي في مليعبي بش عاوننا القديم نلقاوه هو لكن اليوم ورقة حمرة خليته يتغايب على اللقاء هذي كريم العابد هو اللي بش يكون في مركز لهيريسار في وسط الميدان اللي هنا بش يصعب برشة شواء رانيك يقول يصعب برشة على خاطر فما فارق وقت اللي تلعب في الوضعيات الهجومية وبيش تهاجم وبيش تلعب لاتاك وفما فارق وقت اللي بش تلعب الديفونس وبيش تسكر وقت اللي يكونوا عندك تلاثة يكاورو في الوسط يكونوا زوز بلو دوفنسيف ويكون واحد بلو دوفنسيف ويصنع اللعب لهني تختلف برشة وقت اللي يكونوا تلاثة ديفونسيف معنى هوني النجمو شوفوا ثلاثة بسبغة دفاعية أمروا لهني تقلق روحك برشة خاصة من الكونتر اتاك شوفنا المنتخب الوطني التونسي في الهدف الثاني اللي سجلوا ترونزيسيون كانت خدمت من شايم جبالي أما صراحة في المقابلة نتعقدوا علش لا نكملوا مليع برابع يكون في وسط الميدان معنى يكون عندك سامي شوشين في خط وسط الميدان معاهم محمد واقل الدربالي ومعاهم ياسين الدريدي وقدامهم يكون شايم جبالي بلشحة الربيعة يشعل اللي بشلعب لي وسط التيناء بالنسبة للمهيجمين المحاهمة white لcommunication يكون وعند زعول اللعبية مايكونوش ثلاثة دياشى نقول لك زوزو مايكونوش ثلاثة يكون عندي مهيجم ويكون عندي مهيجم آخر يكون 9 ونص يلعب عن تعطيل حرية ينجم يكون علي ميفين نجم يكون علي سر اللي يطلب في زهر لا نجم 63 وليس كيما ينجم يطلب في زهر لا نجمدنية ويقاب في زهرة لا نجمدل ونعبي الوسط المتاعي ونخلي شيء مجبيلي اللي بشي يصنعلي التفاوق العددي ونحاول نعاول على الجهة اليمين اللي هي تعتبر نقطة قوة شوفنا الترونزيسيون اللي تخدمت على اليمين خير من اللي سار اللي سار تقريبا ما يطلع على الجملة نتصور هنا احسن حل مش نعبو بها ضد منتخاب له رقوي بالنسبة لزوزمه هجمين يكون محمد الذاوي ونعطيه حرية في التنقل ما بين اللي سار كيف زاده يكون يوسف اسنانه كرأس حاربة بالنسبة لجبريل العثمين ركت نجم اتعاول عليه اما نحاوله في اطوار المقابلة وحسب ظروف المقابلة وقتها النجمون هبطوا الملعبي كما النجمون استحفظوا عليه للمقابلة الجاية المقابلة متعقود ورانا نكون او لا نكون سحيحكينا على الخطة التكتيكية سحيحكينا على الملعبية هاو النجمون نلعبو هكا طريقة هذي طريقة هذي طريقة هذي يمرو من الاخر الربح قدوا يجيبوه الملعبية ثلاثة نقاط يجيبوه الملعبية ليكسي يجيبوه الملعبية هذي الحاجة اللي طالبينها منهم توا احنا كجماهير تونسية وكمشاجعي المنتخب الوطني تونسي اندزوا مع منتخبنا الوطني نقفوا مع منتخبنا الوطني ولكل حادثة حديث وقاية توا ما هو ايش بيش نحاسبوه الملعبية مانيش بيش نحاسبو المدرب عملت ومعملت شو ملاك حكاية هذيكو مصحيح بيش نتفعلو معاه اصحيح بيش نحكيوه على نقاط الضعف ونقاط القوة اما لكن لحسيب خلي كيفيروحو لتونس وقتها النجمو نحكيو توا نقولو كلمة بيهي توا ندزهم ع المنتخب الوطني تونسي وان شاء الله ربي يجيبنا في سويب ونتلقاوه في حلقة غضوة واحنا فرحانين واحنا منتشين بالانتسار ونتعديوه للدور القادم ونلقاوه رويحنا مسكتين النبرة اللي نبرو ع المنتخب الوطني تونسي وليمشككين في قيمة المنتخب الوطني تونسي وبشيكلو ثل ثلاثة بجيكلو اربع وشيكلو خمسة كحكاية هذيكم الكل ان شاء الله الحاجات هذو ما يشوفوه مش ميخسيبوكو على المشاهدة يعطيكم الصحة سبحاله خير الناس الكل اشتركوا في القناة